نشاهد الآن اكتملت الافراس وانطلقت على بركة الله تعالى في الشوط الثالث على مسافة الالف واربعمائة متر المنتجة محليا عمر السنتين التي لم تربح في الشوط الثالث وقيمة الجائزة سبعة وعشرون الف ريال على الجائزة السعيد من بيشان الدوسر رحمه الله من أهالي الدرعية واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور الله وبذن الله الملك عبدالعزيم وعبدالرحمن طيب الله وثراك كسوب في المركز الأول وزهرت الفرات محاذى لأهابة أهابة تنطلق الآن مع محاولات الدخول رسالة مجد في المركز الثالث في هذه اللحظة أهابة المركز الثاني وكسوب المركز الأول لا زالت تحافظ على المركز الأول وأشاهد أجيال محاولات للدخول من أجيال ابنة عقاب لسموين فيصل من خالد ابن عبدالعزيز وأهابة في المشاركة الأولى محاولات لخطف المركز الأول في هذه اللحظات كسوب تحافظ على المركز الأول وأهابا بقيادة كاميلو اسبينا محاولات لفعل شيء مع محاولات من الدخول من فولاذ الآن وأجيال أجيال الآن تحاول أن تدخل أهابا تحاول أن تدخل المركز الأول مع محافظات من كسوب محافظة من كسوب لإصطبل الأجواد على المركز الأول أهابا تحاول وأجيال تحاول كذلك كسوب تحافظ على المركز الأول حتى النهاية بقيادة عبدالله سليمان العظيم بلف مبروك كسوب تحافظ على المركز الأول من البداية وحتى النهاية بقيادة عبدالله